اهلا سهلا بكم ان شاء الله الناس بكم تكونوا بخير وعافية وصحة اليوم بجيتكم بش نعمل لكم عصيدة بنينة على الاخر سخطوه اذا يهدير المتغربين اللي مالقاوش اغلبية الاوقات ازقوغو في البلدين يسكنوا فيها دون كل يوم بش نعمل عصيدة بوفريوة بش نعطيكم كيف يجيكم هكا غامقة و بش نعطيكم زيدة مينش بش نعملها بالفيرينة العادية و بش نعمل معاكم زيدة السر اللون متاحة هذيكا و بش نعمل معاكم زيدة الكريم العربي اللي نجمو نحطوها فوق العصيدة كيم نجمو زيدة ناكلوها هكا وحدها كيم ما عندكمش هكا مكسرات نجمو تعملو كريمة وتحطو عليها شوية حاجات و تاكلوها دونك حي بش نمشي و بش نشوفو الكمية بسيتة كيفاش نجم تعمل حاجة وتفرح بيها اسغارك بدينا بش ناخدو العصيدة اللي هنا شنو مكوناتنا اللي هنا اخديت مية وخمسين جرام بفيريوة عرجتهم بالجدية 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 معناها عرجتوهم هكا على المقلة وتعرجهم هكا شفتو اللي اللونهم ولا مارون خليتهم بالقشرة هنا واللي تنحى منه القشرة تنحى المية وخمسين هذوكم اخذيت عليهم سبعين جرام فيرينة انتجرال سبعين جرام فيرينة انتجرال ومغرفتين فقط السكر البوني هذكا متع القرفة هذو الكلة اخذيت عليهم أربعمية وخمسين سامحوني ميلي لتر ما سهلة برشا العملية لولا ومهمة برشا انك تاخذ البفيريوة متاعك وترحيها بالجدية بالجدية اللي خرج الزيت اما الهنين حب نقول لكم مش البفيريوة كلها راي تنجم تخرج الزيت معناها بكمية برشا حترفما بفريوة متخرج برشا زيت بويسكو فما النوعية متاعها مهيش باهية تو تشوفو الهنين كيفاش الزيت يخرج لنا هكاية معناها البفريوة تزيدوا ترحيوها اكثر معناها جو سنواري فيكم تكملوا ترحيوها للي اللي تراو هكا فما كوش متاع زيت اللي هنا انا بش ننضيف عليها السكر بويسكو السكر المارون اخشين شوية هو يزمي ترحا وبش نحطوا الفرينا ونحطوا الماء ونخليوها الكلة تترحا مع بعضها هذي هي المرحلة لولا متاع اي عسيدة تنجمو تعملو تعاوضو البفريوة باللوز تنجمو تعاوضو البفريوة بالبيستاش البرشا برشا المكونات بتمر بأي آآ بالفيقا القلوب بذيك though القلوب متاع اي القراءة البيضة القلوب بالكحلة فما معنى البدائيل متاع العسايده وم برشا المكونات ه هذو مهما العمريه هذي而م عصايدت اتنجمو تتفنوا فيهم颜ام تلتواreyوة بش نيخذو بش نصاب فيوة لهنه الحاجه لولي بش نصاب فيوه باش كان عندكم رائدة خصور وعلا حاجه تقعد من فوق والحاجه الثاني زيدة باش تجيكم العصيدة لونها باهي و جيكم متماسكة و كل شيء سفينيهم وبعد ايكيش هزينا الكسرونة متاعنا على الجاز وتقعدوا تحركوا الهناي وتعصدوا وتقعدوا تعصدوا بالجداء 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 بالجدارة وردوا بيكم سختول بفريوة فيسها ما يشد في القاعة متاع الكسرونة عنا الهناي مغرفة سكر الاسمر بش نخليه بعد في اللخر بش يعطينا زيدة كل بنا ويس كان مهيش حلوة العصيدة متاعي وبش يعطينا الون زيدة هكيكا عصدوا اي عصيدة معني حتى العصيدة بيضة ناخدوا حاجة لوح ونبدي وندور وندور ونعصدوا فيها ولهنين نحطوا السكر زيدة حتى في عصيدة تزقوق ومتاعكم ولا اي عصيدة تحبوها وخليه السكر في اللخر يأتي كل بنا والحلوة معني حتى انتي قللت من السكر كتحط في اللخر تقعد الحلوة هذيكم فهمتوني عليش الغاية هذيه ونقد شفتوا اللون متاع العصيدة جي مشالله هكا بالرغم تعرفوا بفريوت الهنيرة مش كيما بفريوت تونسا مهيش معنيها كل يزيد يخرج منها مشالله لي لي هذي هي دونك العصيدة عملنا المرحلة الأولى ومزلنا برشة برحل كين باقف قط والريتوك الفقاعات هكا هذيك هي اتباق بيقا معناها الفيرينة متاعكم تابدت ولهنين حب انكورة كينت نجمو تعاوذوها بالحليب اما البفريوت تومتو تبدأ معناها تبدأ نوتخمع اما تبدأ مع حاجة ما فيهش ريحة كيما الماء كيما فيهش تعمها هذيك باش تبدأ لكم طعمة البفريوت نجمو تضيفو لهذا دا الحليب النسلي انتو ما كينتحبوه ما انحسينا وقتها بشي غلب طعمة الحليب النسلي ولا الحليب باش نمشيونا عملو الكريمة العربي اللي هنا اخذيت فس عظمة واخذيت عليه ثلاثة مغارف نشاء هذيك وسخنت الحليب الحليب بالضبط بالضبط تاخذو على ثلاثة مغارف نشاء تاخذو ميتين وخمسين ميلي لتر بيان سوخ ناخذو المكونات هذو ما نكون كل نحرك ناهم لهنا انا الكريمة نتاعي وعملت فيها مغارفة سكر ابيض فقط خاتر السكر لا بيض في دارنا ما نكلوهش بالكلة جيست هكا باش يعطيني الطعمة خاتر بعد الصغير نعطيهم الكريمة وحدها ونجمو نحط السكر من فوق الاسمر هذي زي دا فكرة تنجمو تحط طيبو الكريمة عادية تحطوها من فوق وتعمل كوش بالسكر وبعد تعمل الزينة بتاعك دونك كيما تشوفوا لهنا ها هي الكريمة دونك نبدا نضيف الماء نضيف الماء للي تتعقلي شوي بعد نهزها للغاز وبالركضة متاعك تعملها هكا هكا للي تتحصل شوفوا كيفيش القويم متاع الكريمة متاعنا حتينا العسيدة بينسوغ منو والما طيبناها فسط الكسين متاعنا وخليليها تبرد شوية طيبنا الكريمة وحتينا الطبقات هكا هي زوز طبقات فوق بعضهم بينسوغ نخليكم انتو ما تحبو شوية كريمة ولا اكثر كريمة كيما تحبو هذي هيو كيما الحجم متاع الكسين متاعكم تونك نعمل جيست زوز كسين وبقى حتيتهم في حكايكة صغيرة في الفرجيدير بعد تنجم هكا تعمل لها شوية حليب ولا شوية ما وتعاود تطيبها وتقدمها للصغيرات بس كين عملتها لهم لنهارة لحد توخذيت المكسرات اللي عندكم بينسوغن قلت لكم را وتنجموا تتفنوا فيها هذي تنجموا حتى بالسكر الماران تحطوها من فوق وتجي بنا بنا اخرى ما غير ما تتكلفوا على رويحكم وشوية شوية تنجموا تشريوا حتى بشوية شوية هكا كعيبات كالبيت تزيلوا بهم كل مرة هكا قدمت لكم المارفاتة عصيدة التمر وهذي عصيدة بفريوة هذي سختول متغربين لكل يطيبوها خطر والنجموا نقولوا قريبة نوعا ما مزجوجو كيما سألتني الأخت على زجوجو في تاليا بوهوني في ميلانو ما فهميش جملة اللي عوامي كل الحقيقة عمري اللي لقيتو ماي فهم المغشي تونيزيان هذيك في الفيسبوك ولا في الانستغرام تنجموا تشريوا من عندو روينا تعودت والبنات معناها حتى دارنا يقولوا لنا بثلكم ببيرو تعودت روي بعض سنين من الغربة تعود الحاجات عندك عادية ودجانتي تعود تعلمت ديباني راسك هذي هي عصيدتنا هذي عصيدت بفري وجيتك من هكيا ان شاء الله تجربوها ان شاء الله هاكوا نهديكم الكيسين هذي ان شاء الله هاكا ديبان ضواقكم لبنات هذي هذي لكم الكل هكيا جينا عصيدتنا وراهي ما تجي شكل خاطر هذيك تجي كيسها وخايبة في اي عصيدة خاطر كي تبرد شوف كيفش قوي ممتاحها هذي هو كان فيديونا لليوم وقال لي توكين نقول لكم ان شاء الله الفكرة عجبتكم ان شاء الله تجربو العصيدة هذي بينسرغو تجربو عصيدة التمر هكا وتنوعو لوليداتكم مسيلش حتى نعملو شوية كيما قلت لكم الضويقة هكا ذويقة 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 مسيلش ان شاء الله الافكار تفيدكم استنيوا ان شاء الله في فيديوهات اخرينة فيديوهات حماسية يوميات نصايح وتبخ وكل شي ما تنسيوش كان اول مرة تفرجو في الفيديو تشتركو في القناة هذي يسرني برشا باش تنضموا لعائلتي ونقول لكم راني نحبكم برشا نحترمكم برشا الى اللقاء ان شاء الله رب يسونكم من كل مكروه يا رب